السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات الصف الخمس الابتدائي معكم السعبير خطاب يشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يوصلوا معي كل جديد اليوم سنشرح مع بعض يونت 1 يونت اسمه At The Camp Site At The Camp Site دعنا نرى At حرف جر معناها في The Camp موقع Camp Site موقع المعسكر رحلات الكشافة بيطلعوا رحلات في الصحراء بيعيشوا أسبوع أو كم يوم كده في خيم ويعملوا الأكل على نار بالطريقة دي يعني بيعيشوا من دون تكنولوجيا طيب تعالوا نشوف أول شيء عندنا الconversation بتاعتنا الconversation between مين بقى الconversation ما بين هودا ومونة تعالوا نشوفها أنا كتبتها الكفورة عشان تبقى أوضح ما بين هودا ومونة هودا بتقول إيه؟ دخلت هودا على الخيمة نايمة فيها مونة بتطيقزها بتصحيها بتقول لها Wake up مونة Wake up مونة يعني استيقظي يا مونة Wake up مونة هنا الكومة دي تحل محل اللي هو أداة الندائية عشان احنا في الإنجليش مفيش أداة نداء مفيش يادي فعندنا الكومة دي بتحل محلها Wake طبعا احنا عارفين إنه حارف W صوته و ولما يكون عندي two vowels في كلمة واحدة التاني ده مش هيتكلم هيبقى silent والإيه؟ هتبقى wake wake up up ده حرف جر معناه أعلى wake up اليوت ونطق أ wake up مونة استيقظي يا مونة وحطي اللي علامة تعجب في آخرها صحية مونة كده وبتسألها بتقول لها إيه؟ what time is it هدا برضو هنا العلامة دي معناها يا وحطينا علامة استفهام لأن ده سؤال بدأ بwhat what يعني ما what time ما الوقت what time is it ساعة كام دلوقتي يا هدا what time is it هدا ردت عليها هده بتقول لها it's seven o'clock it's وحط هنا أي رقم غير seven يعني إنها السابعة بالضبط o'clock يعني بالضبط ولا زيدة دقيقة ولا نقصة دقيقة يبقى it's seven o'clock الساعة سابعة بالضبط it's time for ده حرف جر for يعني إنه وقت وقت إيه بقى؟ breakfast ده وقت الفطار it's time for breakfast ده وقت الفطار نركز ونخلي بالنا من حروف جرويك بيجي بعدها up time بيجي معاها four قالت لها مونا good كويس جيد good وكده خلصت وحطت لي نقطة وبدأ جملة جديدة I am hungry أنا جائعة I am hungry وصحيت من النوم بقى فبتقول لها إيه؟ smells good رائحته طيبة شمت ريحة الأكل أول ما طلعت من الخيمة فتقول لها ريحته حلوة الأكل ريحته حلوة what's for برضو كمان for breakfast what's for breakfast ماذا على الإفطار في إيه على الفطار ماذا يوجد على الفطار عاملين إيه على الفطار هده قالت لها we are having احنا عاملين we are having ده زمن اسمه مضارع مستمر am is are we are having we are having and eggs احنا عاملين فول وبيض عندنا فول وبيضة على الفطار ماذا قالت لها yum yum يعني لذيذ my favorite ده أكل المفضل إنه المفضل my favorite ده الفول والبيض ده أكلتي المفضلة طيب تعالوا نقرأ تاني من الأول المحادسة repeat after me please يلا قولوا وراي عشان تحفظوا المحادسة wake up wake up muna wake up muna what time is it hoda what time is it hoda it's seven o'clock it's time for breakfast it's seven o'clock it's time for breakfast good i am hungry smells good what's for breakfast good i am hungry smells good what's for breakfast we are having beans and eggs we are having beans and eggs yum my favorite yum my favorite طيب كده إحنا نكون قرأنا الكونفرزيشن تعالوا نشوف إيه الحاجات المهمة اللي احنا هنحفظها هنخلي بالنا قوي قوي من wake يجي بعدها up wake up خلن بالنا قوي من ترتيب السؤال ده لأنه دايما بيجي في الترتيب what time is it what time is it what time is it خلي بالنا من إن عندنا it's time for it's time for breakfast ممكن يغيرلي breakfast يخليها lunch أو dinner وقت الغداء أو العشاء it's time for breakfast i am hungry smells good what's for breakfast برضو كمان دي مهمة what's for breakfast في عندنا إيه موجود على الفطار we are having beans and eggs we are having beans and eggs دي الحاجات المهمة اللي ممكن تجيني في سؤال الترتيب طب تعالوا مع بعض نشوف إيه الكلمات اللي احنا مطلوب مننا نحفظها نحن نشوف أول الكلمات اللي مطلوب مني أني أنا أحفظها كامب سايت كامب سايت كامب سايت طبعا حرف السي صوته كه هقول كامب سايت موقع معسكر wake up hungry hungry جوعان smells good smells good رائحته طيبة smells good تستخدم لتدل على أن شيء ما رائحته جيدة the cake smells good الكيكة ريحتها جميلة smells good يعني رائحته جميلة يعني مفروض في شيء أنا أقصده بالكلام ده wrong طبعا عندي هنا حرف وننطق من أول wrong wrong يعني خطأ أو مشكلة what time beans beans eggs بايد طبعا الاتنين فيهم اس الجامح cheese وحرف الاس هنا جبن two vowels يعني حرفين متحركين هيتنطق cheese جبنة bird bird خبز fish fish favorite favorite مفضل next to next to next to rice rice c c c لاني وراها حرف c صوتها ك رايس juice juice cereal cereal c cereal fruit fruit happy happy night 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 sun screen sun screen كريم واقي من الشمس تحديد مجدد 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 3 مجدد 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 فما رخبطش في النطق بتاعه سناك واجبة خفيفة سناك صعبان طيب تعالوا كده نشوف الفيربس الموجودة عندنا الفيربس اللي هي إبقى الأفعال بيقول لي ايه اول واتش واتشد واتشد واتش واتشد لوك لوكد دي اسمها وده زمن اسمه المضارع الماضي البسيط اسمه باست سيمبل الماضي البسيط هنشرحه ان شاء الله الفيديو الجاي واتش واتشد لوك لوكد وايك ووك وحرف تجرب يفضل زي ما هو دولة الرجولار يعني غير منتظمين وايك ووك سمل سملد أو سملت ينفع حط لها ايدي وينفع أخلي اللي الأخيرة تيه هاف مضارع بتاعها اسمه هاف برضو اسمه هاس هاف وهاس دولة في المضارع هما الاثنين الماضي اسمه هاد هاف هاس ماضيهم هاد فايند فاوند فايند فاوند دي بقى يا شطار الحاجات اللي مطلوب مني ايه احفظها تمام؟ طيب عنديني سؤال بيقول ايه السؤال سيركل زا اود ويرد اند ربلاس ات ويز اكوريكت واند نطلع الكلمة المختلفة ونستبدلها بوحدة تناسب الجميع يعني انا عندي ثري تين سناك كلهم نامبرز ارقام معادة سناك بشيلها وحط مثلا اي رقم وكذلك الباقي حشان في حاجة مهمة انا عايز اشرحها لكم في الاسئلة اللي موجودة عندنا عندنا سؤال بيقول لي ايه؟ يعني عايزني اكتب باراجراف من خمس جمل هو ده المهم عندنا عشان نتعلم الكتابة بالانجليش ونقدر نكتب باراجراف اي وقت تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه لما نجي نكتب باراجراف how to write a paragraph كيف تكتب باراجراف how to write a paragraph اول شيء باراجراف يعني فقرة يعني زي موضوع التعبير كده بالعربي بس ده حاجة مصغرة خمس او ست جمل طيب فيه شوية حاجات اساسيات كده لازم نعرفهم ان الانجليش لما اجي اكتب جملة صحيحة بالانجليش لازم ابدأ بنون مينفعش ابدا ابدا ابدأ بverb لاني معنديش جملة فعلية الجمل اللي عندي جملة اسمية فانا هبدأ بنون الاسم وتاني حاجة على طول لازم اجيب برب مينفعش اجيب اسم من غير فعل يبقى لازم لازم في الانجليش نبدأ بنون بعد نون على طول برب نبدأ بالاسم وتاني حاجة هيبقى البر طيب نمشي واحدة واحدة لما هبدأ بالاسم يا ميس الاسم ده هيكون ايه بالظبط يعني ايه اسم اصلا الاسم ده اما هحط نيم يعني اسم شخص سواء كان ولد او بيت يبقى اسم شخص او ثنك شيء جمعت بقى تري فلاور انيثنك بلاس مكان او انيمال حيوان ادي النام هيكون حاجة من الاربعة دول طب لو مكانش حاجة من دول ممكن اشيل الاسم او الشيء او الحيوان وحط مكانه بروناون يعني ايه بروناون؟ يعني ضمير اشيل الاسم ده يعني انا لو حطيت مونة اشيل مونة وحط شيء حطيت هاني اشيل هاني وحط هيء حطيت الشجرة او الوردة حط ات انا ومحمد هنبقى ويه هبا وريم هيبقوا زي يوقا دي الضمائر اللي بتحل محل الاسم او المكان او الحيوان او الشيء اي يعني انا هي يعني هو شي يعني هي ات لغير العاقل هو او هي لغير العاقل ات وي نحن يو انت او انتو زي هم يبقى اي انا هي هو شي هي ات لغير العاقل وي نحن وي انتم زي هم يعني احنا خلاص اتفقنا مع بعض اول ما هعمل جملة هبدأ يبضمير من دول يا هبدأ باسم شخص اقول احمد او محمد او شيء جماد او مكان زي سكول زو او انيمال حيوان كات دو جرات اي انيمال طيب خلاص بدأ نعمس بالاسم نجي للفيرب هنعمل ايه لازم احدد انا هتكلم في زمن ايه بالظبط انا عندي ثلاث ازمنة للفيرب يعني ايه الزمن يعني الوقت اللي انا بتكلم فيه الحاجة اللي انا هتكلم عنها هحكي عنها حصلت في الماضي ماضي ولا لسه بتحصل مضارع دلوقتي ولا لسه هتبقى تحصل مستقبل لازم احدد انا هتكلم في انهي زمن من دول بالظبط اعرف انا هتكتب كل الكلام في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل هتلقوني يا حلوين عمنا لكم على القناة قناة مسعبير خطاب شرح للماضي والمضارع من المستقبل جميل جدا هتعرفوا من خلاله يعني ازاي تكونوا الزمن ده طيب تعالوا احنا دلوقتي هنعمل مثلا جمل في الباست الماضي عشان احنا اول جرامر عندنا في الصف الخامس اللي هو الباست الماضي الماضي ده اما هيكون فعل منتظم يعني اخره اي دي او دي او فعل غير منتظم هنكون حفظينه طب تعالوا نبتدي نعمل جمل انا مثلا جايب لي هنا ايه بقى شوفوا معي السؤال اللي كان موجود دلوقتي جايب لي انا مش بكتب من دماغي لا ده بيكون جايب لي صورة وانا بكتب الجمل عليها شايفين الصورة اللي موجودة معانا اهي عندي هنا مام ام وبنوتين معاها طيب تعالوا نشوف احنا نتكلم نقول ايه مثلا هنا بتقول لها البنوتة دي اقول شي هي هيا قديني بدأت بضمير شي طيب عايزين فيرب في الباست مثلا ووز هي كانت شي ووز هنجري هي كانت جوعانة شي ووز هنجري طيب عايزين نخليها مضارح نقول ايه بقى مكان ووز اس هي تكون جوعانة شي از هنجري يبقى انا كده عملت الجملة ماضي ومضارح بس انا هكتب جملة واحدة بس في البراجراف عندي اختار زمن واحد واتكلم فيه مثلا شي از هنجري هي جوعانة طب الجعان ده بيكون عايز ايه؟ عايز ياكل هي تريد ان تأكل هي تريد ان تأكل هي تريد ان تأكل هيكلوا بيض وفول هم يعني زي هاف هم هيتناولوا زي هاب بينز هاند ايجز هيكلوا فول وبيض زي هاب بينز ايجز واكمل بالطريقة دي بعمل فاعل فاعل اللي هو الناون اسم وبعدين على طول الفيرب السؤال كمان اللي بعده ده بانك تويت يعني اعمل علامات الترقيم للات طبعا احنا عارفين ان اي جملة لازم نبدأها بحرف كابيتل واي اسماء لازم يكون اولها حرف كابيتل دد هنا هو ده هو عامل للاتش كابيتل طيب مونة اعمل الام كابيتل طب الجملة بدأت بدد يعني ايه دد؟ يعني هل يبقى لازم احط كويتشان مارك علامة استفهام طيب الجملة اللي بعدها مها دي اسم لازم احط الام كابيتل اند ندا ندا كمان اسم لازم احط الان كابيتل هاهافنج بينز هيكلوا فول دي جملة بدأت بمها اسم يبقى مش سؤال دي جملة عادية بحط فلسطب نقطة طيب كده احنا نكون خلصنا الدرس الاول ان شاء الله انتظروني الحصة الجاية هنزل لكم شرح الباست سيمبل الماضي البسيط اللي هو اول جرامر موجود عندنا في انجليش سنة خمسة ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي جود باي